المقياس الثاني من مقياس النزعة المركزية هو الوسط الهندسي حيث يعرف الوسط الهندسي لمجموعة من القيم لأنه عبارة عن الجزر النوني لحاصل ضرب هذه القيم ويرمز له بالرمز GM إذا كان لدينا مجموعة من القيم عددها N حيث A1 وA2 وهكذا إلى N فإنه يمكن حساب الوسط الهندسي لهذه القيم بالمعادلة GM تساوي الجزر النوني لحاصل ضرب A1 في A2 في إلى في AN حيث N هي عدد القيم ويستخدم الوسط الهندسي عند حساب القيمة المتوسطة لعدد من النسب المئوية كما يتميز الوسط الهندسي عن الوسط الحسابي أنه أقل تأثرا من الوسط الحسابي بالقيم المتطرفة أو الشازة كما أنه لا يمكن حساب الوسط الهندسي إذا كانت القيم تحتوي على أصفار أو على قيم سالبة أي أنه يمكن حساب الوسط الهندسي للقيم المجابة فقط والمثال التالي يوضح طريقة حساب الوسط الهندسي احسب الوسط الهندسي للقيم الآتية لحساب الوسط الهندسي لهذه القيم يجب أولا معرفة عدد هذه القيم حيث عدد هذه القيم أي إن تساوي 6 وبالتالي يتم حساب الوسط الهندسي بالمعادلة GM يساوي الجذر السادس لحاصل ضرب 20 في 30 في 37 في 28 في 17 في 32 يساوي 26 و39 من 100 أي أن الوسط الهندسي GM يساوي 26 و39 من 100 المقياس الثالث من مقاييس النزل المركزية هو الوسط التوافقي ويعرف الوسط التوافقي لمجموعة من القيم بأنه مقلوب الوسط الحسابي لمقلوب هذه القيم ويرمز له بالرمز HM فإذا كان لدينا مجموعة من القيم عددها N حيث X1 وX2 وكذا إلى XN فإنه يمكن حساب الوسط التوافقي لهذه القيم بالمعادلة HM تساوي N على summation 1 على X حيث N هي عدد القيم و 1 على X هو مقلوب كل قيمة من قيم X و summation 1 على X هو مجموع مقلوب هذه القيم ويستخدم الوسط التوافقي في الحالات التي لا يصلح فيها استخدام الوسط الحسابي أو الوسط الهندسي والوسط التوافقي يعتمد في حسابه على جميع القيم مثل الوسط الحسابي والوسط الهندسي والمثال التالي يوضح كيفية حساب الوسط التوافقي لمجموعة من القيم احسب الوسط التوافقي للقيم الآتية لحساب الوسط التوافقي لهذه القيم يجب أولا معرفة عدد هذه القيم حيث عدد هذه القيم إن يساوي سبعة ثم التعويض في معادلة الوسط التوافقي هم تساوي سبعة على واحد على تمنتاشر زائد واحد على سبعة وتلاتين زائد واحد على خمسة وعشرين زائد واحد على ستة واربعين زائد واحد على سبعة وخمسين زائد واحد على سبعة وسبعين زائد واحد على عشرين يساوي واحد وتلاتين و تلاتاشر المنية أي أن الوسط التوافقي HM يساوي 31.13 من 100